بالثورة المصرية وبمستقبل باهر لمصر كل اللي بيحصل ده كله أعتقد أنه يعني الأمور الطبيعية واللي بتحصل لأي ثورة أنه يحصل شوية توقف هنا شوية انقطاع ثم هتعود التعاود للثورة مرة أخرى لطريقها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الحديث سيكون يعني مستفيدا على أخبار النهاردة وأخبار السنة وأخبار السنة اللي فاتت وأخبار السنة اللي جاية فأنا متأكدة أنه حيكون معنا مع الأستاذ حافظ أبو سعدة وضيوفنا الأعزاء اللي حينضموا لنا حيكون لنا حوار طويل طبعا النهاردة السبت وده يوم الرائعة سعاد يونس ومقالها الجميل اللي بيخلينا نبتسم في وإحنا غرقانين في بحر الظلمات سعاد يونس النهاردة مقالها عنوانه طشة التقلية إيه دخل طشة التقلية في السياسة؟ حنشوف إن السياسة فيها طشة التقلية سعاد بتقول بس لقد وجدتها وجدت حلا للطرف الثالث المزعوم وهذا الحل يأتي من إعجابي الذي لن أخفي باللواء محمد إبراهيم وزير الدخلية الحالي الرجل شديد ونشيط ونشعر به في الشارع معروف منذ أن كان رئيس مباحث قسم قصر النيل منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة أصلا هو من أساتدة ومعلمي البحث الجنائي وخبرته طويلة في هذا الباع خلوا بالكم في البحث الجنائي في معظم محافظات مصر لدي ملف البلطجية والحرمية في البلد وبما أننا شرقانين أمن وأمان فأرى ده إسعاد بتقول كده بقى أرى أنه من وجبنا أن نساند هذا الرجل ونساعده والله أنا أرى معاكي برضو يا إسعاد نفس الكلام وقال لا نقل في طريقه ولا نسمح لأحد بأنه يبطط له شغله ولذلك علينا أن نسلمه ملف الطرف التالت يا معاي وزير الدخلية نحن الصوار الحقيقيون ننوي التظاهر أو الاعتصام بشكل شرعي لهدف شرعي في اليوم الفلاني تحت شعار كده في المنطقة كده من الساعة كده لكده نرجوك يا وزير الدخلية أمنا احمي دهرنا نحن سننزل في حماية الدخلية الجديدة حننزل سلمية سلمية بكده بقى بتقول إسعاد حتقطع الإيد الخفية وحتقع صوابعها صوبع صوبع والطرف التالت ده يروح بقى يشوف له طرف رابع ويتكنه سوا سوا تحت الدليلة بعيد عننا ولا الحوجة لأي حد يقولك إحنا اللي كنا بنأمن المظاهرات ولما خلعنا اندس بينكم العباية مكبسين والعيال المقطيع اللي ولعوا وحرقوا المنشآت ولا يلبسنا ملف أطفال الشوارع فجأة كأنهم ما كانوش موجودين قبل كده شوية شوية حيقولوا المعتصمين هم اللي خلفوهم ساعت باش معقول بتجيب الأفكار دي من ايه شوية شوية حيقولوا المعتصمين هم اللي خلفوهم أثناء الاعتصام وبيتهم في الردة كبروا أوام أوام ملحوظة لا ننسى إن ألواء محمد إبراهيم كان رئيسا لمصلحة السجون لفترة وبالتالي خبير في هذا الملف أيضا رجاء بقى يا معالي الوزير نظر الحبيبنة مش قادر أقولها يا إسعاد مش قادر أقول حبيبنة مين دول يا إسعاد انت كنت جرالك إيه عشان تكتبيت كلمة دي نظر لها الجماعة سكان طورا نقط نقط مش مطلوب غير تطبيق القواعد بس إحنا يعني مش عايزين تغيرين أنتوا التبقى على له اتهارينا تليفونات دخلة وخرجة وشرائح وثورية شيل الكبس من جوة تقطع الكهرباء من بره شيل الكبس من ترى تقطع الكهرباء من بره إلى كل المتخوفين من ثورة الجياع ثورة الجياع قامت خلاص إسعاد بتقول الجياع إلى السلطة وقد نجحت بوصلهم إلى مقاعدها قبلوا بقى ثورة الجياع إلى المم ما بدأ اطعم الفم تستحي العين ده ما بدأ مشروط ومؤقت جماهيركم بتنتظر إسعاد بتقول للأزهر الشريف أنت رمانة الميزان الكل يشير ويوحي بأن لديه لبي يحتل الأزهر من القاعدة وأن النتائج سنشوفها قريبا ولكننا واثقون بأنكم ستحافظون على توجه الأزهر الوسطي المعتدل إنكم إذا حصلتم على استقلالكم الذي نطالب به سترسون تلك القواعد الوسطية كدستور ثابت مهما كانت توجهات القائمين عليه مع كل فترة انتخابية وأيا من كان من أحزاب سياسية ذات أي مرجعيات في الحكم طمئنونا جزاكم الله كل خير أخيرا بقى بمناسبة السنة الجديدة والأعياد وأعياد الإخوة المسيحيين إسعاد بتقول سبحان الله المسيحيون دول عفاريت يا أخي رغم تصريحات رئيس حزب الأصالة قائلا لأنه هنق الأقباط بعيدهم وهناك حاجز نفسي بنا وبينهم عيدوا برضو المسيحيين عيدوا برضو ولادل إيه تلقوا تهنئة ملايين المسلمين ومنهم أنا وإنت يا إسعاد ولسه حيعيدوا ويتلقوا التهاني إلى أبد الأبدين معلش بقى نتحمل لنا النفس اللي بتجزع دي من سيرة الأقباط ابو أعصره لمونة وكانت هناك نماذج وأشخاص كنت أظنهم رموزا لكن بعد مشاهدتهم في مناظرات ومنقشات للأوضاع الراهنة تغير رأيي برأي إسعاد يونس تغير إزاي بقى إسعاد بتوصفه بتقول كما تششط البيضة في تسط التقلية أو الملوخية أو تششط الأرض أستطيع عندما أقابل أحد منهم الآن أنا أقول له بكل ثقة أنت تششت في نظرين آه ضفنا العزيز وصل مش كده ولا إيه أنا شايفة في الضلمة الأستاذ خالد اتفضل أنت مستني إحنا عيننا نخش كده على طول دائما نتأخر دائما نتأخر دائما نتأخر يعني نحيط سعيد كل سنة ونتطيق حسنا نتأخر الحقيقة يعني مش ضيفي هو طبعا شريكي في هذه الجريمة الإعلامية شريكي شريكي هو الأستاذ الكاتب الصحفي المبدع دائما خالد صلاح الذي وصف الهجوم الأخير على منظمات المجتمع المدني أنا قررت لك النهاردة قال أنه لا يمثل إدانة للمنظمات التي تعرضت للتفتيش لكنه يدين أجهزة الدولة التي تفتقر إلى المعلومات وتتوهم أن عمليات التفتيش المفاجئة قد تكشف لها عن موارد مالية بالشيكل الإسرائيلي هو اسمه شيكل؟ أنا ولا أعرف حتى ولا عايز أعرف أو ربما وجبات ساخنة من كنتاكي فرع نيويورك إنه الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تعالى أهلا بيك أتور أهلا بيك حسنا أستاذ حفظ ترجمة نانسي قنقر